أهلاً يا هند أهلاً 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 أنا أريد أن أعرف هدفكم من مثل هذه المعارض التي تسويونها في الجامعة وهل بعدين هذه المعارضة تصل إلى المدارس أو الأسواق أو فقط في الجامعة أو الذي يزورون المستشفى بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما أبدأ وحب أشكركم على استضافتكم لنا في هذا البرنامج المعرض الذي قمناه اليوم في المستشفى الملك خاد الجامع الذي سيستمر لمدة ثلاث أيام هو توعوي بحث نقدر ونقول بس هالمرة مخذينا شريحة مجتمع كبيرة بحيث نغطي كل الأعمار من الرضع إلى من تحت سنة سنوات إلى أكثر سنة سنوات الأطفال المقبلين على المدارس المراهقين والكبار في العمر فحنا نغطينا شريحة مجتمع كاملة من خلال حملة توعوية تحت النطاق كيف تقي نفسك من الإصابة خلال 24 ساعة المجال الزيارة لنا مفتوح للكل أي فئة عمرية ممكن أن نساعدهم أن نحسن الوضعيات الخاطئة التي لديهم نعطي نصائح بالاستفادة من المحافظة على قوام سليم نمنع عن طريقها الإصابة بمشاكل أخرى طيب للحظة مراسلنا وهو عندكم أن تطبيق عملية حاطين سيارات وحاطين مكاتب وحاطين فصول هذا أحسن شيء تقدر تتوعي فيه أو تصحح فيه أن تجعل الشخص الطبيعي يستخدم هذا الشيء بحيث يشوف هو بنفس الخطأ اللي سوى إيش الأقناع بالخطأ شيء جدا صعب إلا إذا كان الشخص مارس الشيء وقتنع من نفسه أنه كان خطأ ممكن لا يكون خطأ لكن كان ناقص شيء عشان يصير صح أو ممكن يكون صح ولكن سوى شيء صار بعدها خطأ يضرها بعدين فالتراكمات هذه تخلي نسبة الإصابة تصير أكثر فنحاول أن نصححها من البداية عشان لا يستمروا فيها وتسبب لهم مشاكل طيب لن نكون أمليين نقول لليجيس بالسيارة الآن على زحمات الرياضة المشوارة بنص ساعة يجلس ساعتين أنا بتكلم عن اللي سوق وأيضا حتى على النساء اللي يجلسون في المراتب الخلفية أشرحينا كيف لواحد يقدر يجلس جلسة طبية صحيحة طيب مبدئيا أول شيء لازم يعرف نوع السيارة إيش هل هي من السيارات اللي تكون مرتفعة أو للسيارات اللي تكون واضية يعني هذه فرق بين ذلك طول الشخص اللي جالس هو اللي يحكم وضعية المرتبة نفسها فإذا كان قصير القامل لازم تكون قريبة ولازم تكون حاط تحته مخدة طيب بحيث أنه يكون زوايا المفاصل قائمة يعني الظاهر لازم يكون عندنا قائم قوام ثابت 90 درجة الحوض عندنا 90 والركبة عندنا 90 ليش عشان نمنع أنه ما يصير عندي إصابات أو التواء لا بالركبة ولا أنحناء بالظهر مع كثرة الجلسة طيب أضف إلى ذلك أنه حركة حركة مفصل الكاحل أو القدم على دعسة السيارة هذه إذا كانت بوضعية نسميها استطاعة لطول الوقت هذه تسبب لي تراكمات لمادة اسمالكتكاسد فتسبب لي تشهجات أذهب إلى الموضوع الثاني ويهم كثير النوم لما يقوم الواحد من النوم بس باختصار يقوم من النوم يلقى نفسه من عفض كيف ممكن يتخرج منها هذه مبدئياً لازم يتأكد من نوع المخد الذي قاعد يستخدمها على المرتبة اللي هو نايم عليها الأحسن أنها تكون تحت مواصفات معينة يعني الأفضل أن يكون الضغط حقاً ما يتعدى 70% يعني لا تكون لا مرة رخوة ولا مرة قاسية بحيث أنها تحمي الظهر مع الجوال وما يقوم الواحد يسوي فيه الآن صايرين كل الناس منحنين ما يمكن أن نسوي عشان الجوال يعني هل هذه مضرة جداً للرقبة 70% من أصابات العمود الفقري 25% منها في آلام الرقبة في الثالث السنين الأخيرة زادت النسبة بنسبة 30% زيادة عن المعدل الطبيعي السابق بسبب الاستخدام الخاطئ وشنون نستخدم المشكل كويس؟ وشنون الآيباد وطريقة استخدام الكمبيوتر الخاطئ كيف يمكن أن نستخدم الكويس؟ أول شيء يجب أن يكون متوازي مع النظر؟ متوازي مع النظر استقامة الأكواع بحيث أن تكون مستوى النظر كل ما زودت الإنحناء كل ما زادت الزاوية الإنحناء كل ما زادت عندنا الضغط على العمود الفقري